الحقيقة للنهاردة عندي في حقق صد سؤال وحقول لكم الإجابة عليه طبعاً كالعادة زي ما حضراتكم متعودين مني دايماً هستعمل مراضف لكلمة أنا ما بحبش استعملها ولكن هستعملها ما معنى كلمة هجاص؟ أنا بتكلم بجد على فكرة ما بحذرش يعني إيه هجاص؟ هي زي ما بقولها بالضبط زي ما حالك سمعت عارف إن حضراتكم مش متعودين مننا على هذه الكلمات ولكن هنا في البيت الكبير مش متعودين مننا على هذه الكلمات ولكن أنا حجيب معنى كلمة هجاص مش أنا اللي حقوله ده المعجم هون اللي بيقول كده معنى كلمة هجاص هو لفظة عامية مصريين بيستخدموها لوصف الشخص الكلام اللي أنا حقوله وصف الشخص ده الكلام اللي أنا حقوله شايفينه ينطبق على مين في العالم في عالم كرة القدم وفي عالم الرياضة بس خلينا أقول الأول الوصف الشخص أو المصريين لما بيجوا يتكلموا باللغة العامية يقولك أنت هجاص يا عام وصف هذه الكلمة أو الوصف الدقيق لهذه الكلمة معناها إيه؟ اللي بيتكلم كتير ويكون كلامه كتير وفارغ ولا معنى لهم ولا سبيل إلى تطبيقه أو تحويله إلى إنجاز ملموس على الأرض الواقع أنت بتتكلم بجد إسلام؟ أو الله العظيم بتتكلم بجد بيننا وبين بعض بقى بيني وبينكو يعني هنقول ده واضح جدا على أحد الأشخاص اللي احنا عارفينهم الكلام ده تحس أنه هو معمول عشان الشخص ده طب نكمل أو نكمل بقية الموضوع لكلمة هجاص أصل فيه تراث المصري الأصل ده يعود إلى اللغة المصرية القديمة جدا كلمة هجاص دي كانت بتتسمى خدعة أو كذب مضحك أو سازج كذب مضحك أو كذب سازج بالضبط هو ده المعنى حضرتكم معايا أنا جبت شرح الكلام أو شرح كلمة هجاص من معجم اللغة العربية لو خدنا الكلام اللي أنا قلته ده ومعنى هذه الكلمة وطبقته هقولك طبقه على فلان هتروحوا انتوا للإسمة على طول جري لأن كلنا كأهلوية وغيرنا والله العظيم بجد في ناس ما بيشجعوش الأهل وزعلانين قوي من الطريقة دي ومن الإسلوب اللي هو ماشي بيه ده فيقولولي إيه لما قلت لهم إن أنا حاب ده الحلقة النهاردة بالكلام ده قالوا لي ده قلت لهم لو سألتكو يا شباب ده مين والله بتكلم بجد كذا حد كلمته في التليفون قلت له ده مين قال لي فلان على طول ومحدش غلط واحد دايما مثير للجدل اعتدنا عليه بالهجوم دايما مستمر على مين على الأهلي وعلى لعبة الأهلي وعلى اللعبة اللي جاية من أندية أخرى وكل حاجة ولكن إمام عشور تحديد ده المثل وقال إن إمام لعب هجاص وإن تاريخ هذا الشخص أو هذا الرجل أكبر من إمام على فكرة ولا كلمة من اللي تقالت دي تنطبق على أمام لكن معنى كلمة هجاص باللغة العربية زي ما حضراتكم شايفين كده كلام لا معنى له لأن إحنا ما بتشوفش مننا غير الكلام عشان تاخد الترند مش عشان حاجة تانية أو اللقطة يعني زي ما بيقولوا دون النظر الحقيقة لأي معايير أو تقييم فني مشكلة إن الأشخاص دول متهمين بعدم الأمانة بعدم الأمانة المهنية لأن حضراتكم بتقولوا كلام أو تصريحات غير دقيقة ومغلوطة كلها أي كلام يعني حضرتك بتقول على أمام لعيب هجاص أمام عشور يعني لعيب هجاص وتاريخه وتاريخه ككبر من تاريخه أولا إمام مش هجاص إمام ومش بالكلام ومش بالحب ومش بالتسقيف ومش عارف بالله العظيم والكلام اللي بيقعد يتقلد على الشاشة اللي احنا بتشوفها وعارفين لكن ده أفضل لاعب إمام عشور أفضل لاعب في ورات الأهلي وقروة الياباني لما خاد النادي الأهلي الميدالية البرونزية طب مين اللي اختار ناس معتمدة من الفيفا مش إسلام ولا جمهور الأهلي بالمناسبة وبعدين مباراة الأهلي وسراميكا أحسن لاعب في المباراة مش إسلام ولا جمهور الأهلي ده حد متخصص في الأمر هو اللي عمل كده دي طبعاً ما الأهلي وسراميكا أقول المباراة اللي أقيمت في الإمارات في كاس السوبر الأبطال فأنا لما قلت خلاص يبقى الراجل ده بيتكلم صح أشوف معنى كلمة هجاص فلاقيت معنى كلمة هجاص مش معناها إن انت تبقى كويس في الملعب أو إن انت تبقى تاخد الأفضل لاعب في الملعب أو أفضل لاعب في المباراة لا لقيت إن كلمة هجاص معناها الكلام الأي كلام اللي بيتقال فبالتالي هي لا تنطبق على أمام عشور قد تنطبق على ناس تانية ولكن لا تنطبق على أمام عشور ممكن تكون بتنطبق على اللي بيقولوا هذا الكلام نشوف المعنى ونشوف هل هو مناسب لللي بيتقال ولا لأ إمام بصمته واضحة للجميع محدش مستني من هؤلاء الأشخاص تحديداً أي تقييم اللي كلامهم غير مجدي كلامهم هجص كلامهم أي كلام وأعتقد إن كلامهم غير مهم ولا للنادي الأيلي ولا للأندي الأخرى لأنهم متعودين منك على الترند والاستخفاف بعقول المشاهدين فقط لو جينا سألنا أسئلة منطقية ممكن أسأل مثلاً تسؤالوا يو أنت خدت كم مرة على أفضل لعب في المباراة بلاش كم مرة في أفضل لعب في المباراة في كاس العالم لأندي وعمرة ما روحت كاس العالم لأندي يعني انضمت للمنتخب في تاريخ الكام مرة ممكن نعود على فكرة ممكن نعود نسأل أسئلة كتيرة جداً تخلي منظرك وحش الناس اللي بتتكلم في هذا الأمر تخلي منظرك وحش جداً والله العظيم بجد أنا ليه بقول هذا الكلام وليه برد دلوقتي تاني أو تالي وحفظة لرد لأنه مثل هؤلاء الأشخاص مش بيسيئوا لإمام هم بيسيئوا لنادي الأهلي وبيسيئوا لسمعة الرياضة المصرية يا جماعة يجب أن يكون هناك معايير عشان الناس تعرف تتكلم ولو الرجل دا ما تكلمش وهو وغيره وغيره من اللي بيتكلمه هم نسبة قليلة جداً 7-8% بالمناسبة خصوصاً بعد الفترة اللي حضراتكو عارفينها دلوقتي الأمور بقت أحسن كتير وأفضل كتير والاحترام متبادل ما بين الجميع وده اللي المفروض يسود في عالم الرياضة ولكن اللي احنا بنشوفه من هذا الشخص ومن بعض الأشخاص اللي حواليه برضو وزي ما قلت لحضراتكو أنا دايماً بقول إيه هو أنا دايماً خدوهم يعني اتخذت مني دي لواء عروسة وحد بيحركوا مش هقول مين اللي بيحركوا دلوقتي برضو مش النهاردة بعدين لسه قدامنا وقت فعشان كده أنا بقول لحضراتكم ممكن يكون جداً لعيب ما كانش لعيب بأساسي أو مؤثر أو كذا أو كذا لا فما تاخدوش على الكلام ده لأنه معناه أن التهجيز ده من صنع اللي بيقوله مش إمام إمام موضح مش محتاج ولكن هو موضح بالدليل القاطع من خلال وجوده كأفضل لعب في البرونزية في هذه المباراة قروة مش إسلام ولا جمهور الأهل اللي اختاره ولكن هو تم اختياره بناء على متخصصين في الفيفا نفس الكلام بالنسبة لكاس السوبر الأبطال واختياره كأفضل لعب نفس الكلام في المباراة الأخيرة اللي بيؤديها ممكن يبقى وحش في ماتشات طبعاً ممكن يبقى وحش ممكن يبقى أحسن من كده الفترة اللي جاية ممكن يبقى أحسن من كده الفترة اللي جاية سيبك من ده كله آه صحيح بس هو بيقول على مدرب المنتخب أي كلام برضو ما عندوش فكرة بيقولك ما عندوش فكرة على روي فيتوريا ما عندوش فكرة كنت حسأل سؤال برضو وهو سؤال منطقي إزاي إمام عشون هجاس وتم اختياره للمنتخب ولكن طبعاً خلاص أنا مش حسأل السؤال ده لأنه هو برضو بيقول على مدرب المنتخب أي كلام فالحقيقة أنا ببقى مستغرب جدا لإنه لو قعدنا تكلمنا بالتاريخ وبالأرقام هتلاقي أمور يعني واضحة ومش محتاجة نحن نتكلم فيها الحمد لله إمام عشور بقاله 4-5 شهور في النادي الأهلي عامل تاريخ جايد حتى الآن عنده 26 سنة ولسه قدامه عمري يكمله سواء مع النادي الأهلي ونشوف هيحصل إيه مع النادي الأهلي أو مع المنتخب بالمناسب أنا بس حبيت إن أنا أوضح لحضراتكم يعني إيه كلمة هجاص بجد مش هزار بجد معنى هذه الكلمة شوفوا حضراتكم أو بصوا على المعنى الكلمة اللي أنا قلته وأدوا فكروا كده يا ترى ده مين هل هو أمام عشور ولا اللي بيقولي الكلام ده على أمام عشور هتعرفوا هتعرفوا إنه معنى كلمة هجاص دماغك هتروح للإسم على طول ماش هتغير الكلام لأنه واضح جدا من هو الهجاص وبالمناسبة الناس دي اعترفوا تبلي كده على نفسها وقالت إن إحنا هجاصين وبنتلع نقول أي كلام علشان بس لأنه هو ده الشغل بتاعنا أو طريقتنا في الشغل يعني شرحت لحضراتكم معنيها هجاص و أنا عارف إنه مش هتفكروا كتير لأن الموضوع مش محتاج شكرا للمشاهدة